تعزيزات أمنية مكثفة يشهد أقلم كتالونيا قبل الاستفتاء وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع أرسلت الحكومة الإسبانية أكثر من 4000 عضو من الحرس المدني وقوات الشرطة العسكرية وتأتي هذه التعزيزات لمنع إجراء الاستفتاء تنفيذا لأمر المحكمة الدستورية التي ترى أنه غير قانوني السلطات الإسبانية اتخذت إذن العديد من الإجراءات من أجل الحلولة دون الاستفتاء حيث أنها ختمت بشمع الأحمر أكثر من نصف مراكز الاقتراع البالغ عددها 2300 في كتالونيا كما وضعت الشرطة الإسبانية مراكز اقتراع تحت المراقبة بينما أغلقت مراكز اقتراع أخرى وحجزت الصناديق والمعدات الانتخابية المخصصة تنفيذا لقرارة القضاء الإسباني مقابل الخطوات التي اتخذتها السلطات الإسبانية في إقليم كتالونيا للحلولة دون إجراء الاستفتاء احتل مجموعة من الانفصالين الكتالون عشرات المدارس التي تم اختيارها كمراكز للتصويت بهدف منع الشرطة من إغلاقها في حين لا يهتم بعض سكان الإقليم بالانفصال فالإقليم يعرف انقسامات كبيرة بين الكتالونيين وعلامة استفهام كبرى حول ما سيحمله يوم الاستفتاء في ظل استمرار رهان القوة بين الانفصاليين ومدريد اشتركوا في القناة